اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حضراتكم في مركز مصر للمعارض الدولية هنحضر معرض الورق والكرتون والورق الصحي وكل مواد التعبئة والتغليف والطباعة معرض هام جدا وخطير جدا وملئ بالفرص الواعدة للباحثين عن أفكار للمشروعات المعرض بتتنافس فيه حوالي 316 شركة محلية وعالمية منها حوالي 130 شركة عالمية بتعرض منتجتها اذا هو معرض شديد الأهمية هنقابل جدعان هذه الصناعات هنقابل أصحاب مصانع الورق والكرتون هنسمع منهم التحديات اللي بتواجه هذه الصناعات خليكم معانا في حلقة هامة جدا من حلقات برنامج الجدعان تعالوا نبدأ من قطاع الورق والكرتون اللي مازال في حاجة لمصانع جديدة لتحويل مخلفات الكرتون اللي هي الدشت لورق أصفر بأنواعه المختلفة الفلوت والتست والكرافت وغيرها وبالمناسبة رأس المال في صناعة الورق والكرتون مهما كان حجمه بيسترد خلال 3 أو 4 سنين بالكتير ومش شرط الخبرة في الصناعة على الإطلاق ولكن حصن الإدارة والقدرة على اختيار الكفاءات للعمل أما التسويق للإنتاج فمضمون في السوق المحلي والعالمي شرط الجودة تعالوا في البداية نقابل مصطفى صادق رئيس مجلس إدارة صادق جروب للاستثمار الصناعي واللي يعتبر الاستشار الأول لإنشاء مصانع الورق والكرتون في مصر هو وكيل أكبر شركات العالم المتخصصة في تصميم خطوط إنتاج الورق والكرتون وبجد هو بيقود صورة في عالم صناعة الورق والكرتون في مصر هنتعرف من خلاله على خط إنتاج ورق الكرتون وحجم الاستثمارات المطلوبة أستاذ مصطفى صادق صادق جروب أنا دايما باجل حضرتك في معرض الورق عشان أسمع هي الصناعة وصلت لفين تمام؟ أنت رجل تخصصك كشركة الاسمار الصناعي أن أنت بتاخد مني أرض وأنا عندي الرغبة أن أعمل مصنع الورق والكرتون وتسلمني مصنع شغال أنت اللي بتجيب المكان من أي مكان في العالم وتقولي التكنولوجيا تشتغل إزاي وتديني منتج في النهاية ولو معرفش أبيعه بتقبل كده وتقولي إيه أنا بأخذه بالرحة كده فهمنا يعني إيه صناعة داشت يعني إيه ورق يعني إيه كرتون يعني إيه منتجات أخرى وإحنا وصلنا لفين في التكنولوجيا دي كل سنة وحضرارك بخير والسادة المشاهدين كلهم كل سنة بنقدم حاجة مختلفة عن اللي قبلها إحنا ثلاث سنين مع بعض على التوالي حتى الآن الحمد لله أرقام بتختلف ودايما يعني في تزايد آآ بتكلم النهاردة عن حاجة من البداية خلص دي ده ده الورق اللي بنستخدمه يوميا آآ الناس اللي بيجمعوه بيجمعوه بيبعولوا المحطات بخمس تلاف جنيه لطن آآ بعد كده المحطات بتبيعوا لمصانع الورق عاد تدوير الورق بـ 12 ألف و 13 ألف جليه عشان يحطوا على السير ده ويبدأ المرحلة بتاع السعادة التدوير ده الشكل عادي جدا ليه من مصانع الكارتون أو مصانع أو المنازل آآ بيبدأ ده مناقيات آآ علشان يشيل طراب زلط أي حاجة؟ بالزبط كل الأحجار والحاجات تقيلة اللي فيه دي مخالفات اللي طالعة منه لسه جافة بعد كده بيضخل على مراحل العجل مراحل التنكية من آآ من آآ من هنا بيبقى فيه ايه؟ آآ تنكيات الغاسي المية بمكسفات بتكسيف العجينة آآ بتخفيف العجين أضبط كسفاتها بعد كده بريجرات بالمناقيات دي كلها اللي فلطرت العجين من الشوائب اللي موجودة فيها سواء كانت آآ معدن أو سواء كانت آآ آآ راملة أو بعض المخالفات الثانية الشوائب الثانية بعد كده بابده طلعينا على السكرين ده دي دي آآ 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 دي آآ ألياف عبارة عن آلياف بابده أنازكانcompl mercy مع بعضها عشان فهونقدر فنزيله على مرحلتي العجين بالم نظر ده دي شكل العجينة بتاعتي كده نحولتها منцевك كرتون مهمليات عايزا تخلص منها只有 مرحلة عجين لاقى تماما فInter vegetale هنا بالعرض اللي انا عايزه وعرض البكر اللي انا عايزه بالسكنس السومك اللي انا محتاجه بنوع الورق اللي انا عايز انتجه سواء كان تستلينر او فلوتينج بطبيعة الكيميات اللي هادفه عليه علشان بيتحول من منتج لمنتج تاني خالص بنوعنا على الحاجات دي. صحيح. اللي هو عندي ويرين double wire بعض رحوات في المرحلتين دي بيكون عندي عجانين عجان للمرحلة اللي فوق عجان للمرحلة اللي تحت نوع المخلفات اللي موجودة هنا مختلفة عن نوع المخلفات اللي موجودة في العجان التاني وبالتالي طبقتين مختلفتين تماما من الجودة بقدر اشكل بهم الورقة اللي خارج عندي سواء كان تست او فلوتينج. الواير بيبقى كل وظيفته ان انا اخلص العجين اللي موجود عندي من كمية المياه اللي موجودة فيه. طبعا هنا نسبة مياه عالية جدا. باوصل عند اخر نقطة في الواير تقريبا حوالي نسبة جفاف حوالي 29% الباقي كله مياه. بعد بعد باوصل لمرحلة العصر عبارة عن ضرفيل جنب وضخمة جدا بتعصر العجين اللي بالمنزر ده. كلها مياه. عشان تخلصهم المياه. عشان تخلصهم المياه. لحد اخر مرحلة في العصر. 48% دراينج نسبة تكفيف. وظيفتي ان اوصل هنا 48% 49% نسبة تكفيف. لو اقلم كده. اقلم كده انا بخسر. صح. لانه هيدخل اللي عندي هنا على مرحلة المجففات. المجففات كلها. دي عبارة عن مجففات سخت. بخار. غاز. طاقة. كوست فلوس. فده طبعا تكريفا. اه اوصل هنا في مرحلة المفروض في الجزء ده. تقريبا حوالي لتمانين في المية. بعد بقدر اضخ عليها النشا بالمحسنات الكيموية بتاعتي بالاضافات الكيموية. اللي هتشكل الورقة عندي في الاخر ازامونتج. انا انا عايزه ازاي. انا محتاجه ايه? انا محتاجه ايه? محتاجه يدخل موالح وتلجات. محتاجه يدخل صناعي لاجهزة كهربائية محتاجه شكله ازاي. بعد كده بيقبع فيه مرحلة تكفيف اخرى بعد دي بتقدر تكفيف لي اوصل في الاخر لواحد وتسعين اتنين وتسعين في المية نسبة تكفيف. دي نسبة محترمة جدا. اكتر من كده اللي الورقة اتاصف. اقل من كده هبيعلي عميلي كرتون مية. مش ببيعلي ورق. لو حيرك فاكر انا دخلت في اول الخط. اه ب. 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 داشت. ب. داشت. اه. ورق مستخدم. اعايزة اتخلص منه. عايز ادفع عليه فلوس. اه الناس بيشتروا بخمس تلاف بيباعوا المصنع الورق باثناشر وثلاثاشر الف. بيطلع عندي هنا في اخر خط بخمسة وعشرين الف وستة وعشرين الف جنيه بكر. بس انا ما قفتش عندي ده. النهاردة فضل ربنا احنا احنا وكلاء لاكبر شركة كارتون في العالم تصنيع كارتون المضلع سندقي كارتون وطبعتها شركة امريكية المانية. اول مرة في مصري يحصل ده انهم ياخدوا كيل مصري. بفضل ربنا احنا وصلنا النهاردة بقى هنا وكلاء للشركة دي. دي ما كان التكسير. ما كان التصنيع الكارتون. تصنيع الكارتون. التلات طبقات والخمس طبقات والسبع طبقات. اصبح الطن اللي انا جايبه بخمس تلاف. ووصل هنا لستة وعشرين الف. بيتباع هنا بخمس تلاتين وستة وتلاتين الف جنيه. مجرد ان هي بكده ومطبوع. بس. السؤال. الدراس الجدوى اللي اقناعت الناس دي انها تدخل في مصناعة مطرفش عنها حاجة. بتقول ايه? بسطة جدا. انا عندي مكان بكام. الداخل عندي المادة الخام بتاعتي بكام? هحط عليها قد ايه تصنيع. قد ايه طقم مستهلكة قد ايه إهلاك. اه بعدين المنتج بتاعي يطلع بكام؟ المارجن بروفت هام الشرابحة عندي. متوسطه كام. فناس كب بتشوف الكلام ده بتحس في اول انه مش صح. بس خلنا اقول لك حاجة. السوء المحلي الطلب فيه عامل ازاي على صناعة الكرتون? مرعب. 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 يعني ما عندناش اقتفاء ذاتي. احنا عندنا عجزة. محتاجين مصانع جديدة? طبعا محتاجين مصانع ورق جديد. النهاردة سعر الورق في تزايد على طول. بس عندنا مشكلة ان الداشت قليل نتيجة ان انا بصدر كتير. التصدير عندي مش بكر ورق بس. لا بصدر بكر. بصدر كارتين زراعي. بصدر اه 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 اجهزة كاربية. اه بصدر اجهزة كاربية عادية. لا عندي يعني اه اشكال التصدير كتير. فده كله بيسمح للمنتج للورق انه يخرج برا مصر ما بيدخلش. فداشت بيكون فبنتطر نحن نستورد الجزء اللي مش موجود عندنا السيمي كاميكال او الكرافت اللي مش موجود او الواتوب كرافت اللي مش موجود اللي بيعملو حاليان عشان يقدر يسد الفجوة دي. طيب اه الخط طويل قوي. بتعايز ارض طولها عامل ازاي? ولا بتاع الميكانيكا بيقدر يتصرف? اه لا هو خط اه فتجاه واحد ما يفعش ياخد اه كرفات يعني ما يفعش فيه اي منحنات. ولكن انا على حسب الطاقة بتاعتي. الطاقة الانتجية في اليوم. يعني لو بنتج 100 طن في اليوم. لو بنتج غير لما انتج 200 طن في اليوم. غير لما انتج 500 طن في اليوم. كل طاقة منهم بتتطلب بساحة. تخزين للدشت. تخزين للمنتج النهائي. اه هاندلنج اه بااااااا. اه ترتيب للمنتج وادارة المنتج. تنظيم اه. بالضبط تنظيم. اه بيختلف من طاقة انتجية لطاقة انتجية. لو بنتكلم في 100 طن في اليوم. انا اعتقد من 7000 آآ من 7000 متر مربع اعرف اشتغل. خط بالحجم ده. محتاج ناس تتضرب ايه عشان تشتغل عليه. بيبقى عندنا كوادر متخصصة بالفعل. يعني مثلا حوالي عشرة ما قدرش استعنى عنهم لازم يجوا كفاءة. وطعم بعمالة اخرى مش كفاءة عالية. بس المتوسط المصنع ده بيوصل حوالي ثلاثين اربعين اه عامل ده لقوا حوالي متطن في اليوم. ارض ودتها لحضرتك وطيرك لو سماحت هنعايز عليها مكان عشان نصنع ورق او كارتون. بنعمل انجينيرينج. ارتب ترتيب المعدات ازاي? بتعاقد على المعدات. بنبدأ نركب في المعدات. قبل ما اعمل تسترام باكن مجهز للداشت عندنا. باكن مجهز للعملة. بنبدأ نعمل تجارب بتاعتنا. بعد ما البروداكت بيكون تمام. بابدأ اعمل تدريب للعمالة. بنسلم المصنع اللي عميل ترنيكي بالبروداكت بالمنطق بتاعنا.